ترجمة نانسي قنقر مناسبة لمسؤولي البلدين للتعبير عن عزمهم ورغبتهم في توسيع مجالات التعاون ونقل هذه الشراكة المثمرة إلى مستوى أعلى وفي هذا الإطار قدم الجانب المغربي عدة مقترحات لا سيما في مجالات التنمية البشرية والصحة الإلكترونية والشباب والتكوين وكذا تكنولوجيات المعلومات والاتصال فيما جدد المسؤولون الكوريون اهتمامهم بتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وفي تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاصة حضر هذا الاجتماع على الخصوص كل من كاتب الدولة المكلة بالاستثمار والوالي المنصق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسفير المملكة المغربية بيسيول وسفير المدير العام للوكانة المغربية للتعاون الدولي